السلام عليكم احلى اخوات واحلى صحاف الدنيا على العرب تيكنو يا رب كلكم تكونوا بخير في الحلقة دي يا صاحبي هرجعلك سريعا الماوس ده هو ماوس الجيم نوت من هافت الام اس الف واحد هنرجعه سريعا ونذكر بعد التفاصيل المهمة وهنعمله شوية اختبارات بسيطة وقبل ما ابدأ عايز اقولك ان الماوس ده عليه عرض جامد جدا فلق ونويت انك تشتريه حاول انك تشتريه بأسرع وقت قبل ما سعره يرفع تاني ودلوقات يا صاحبي ايدك على الاشتراك واللايك سريعا ويلا بينا نبدأ بالبداية تعالى طلعه من العلبة كده في السريع وعايز اقولك ان العلبة بتاعته بسيطة جدا والباكيشنج بتاعه بسيط جدا مش هتلاقي في العلبة غير الماوس وهيطلع معاك بالشكل ده وهتلاقي في العلبة البروشور الصغير اللي بيطلع معاك بالشكل ده وورقة تانية كده صغيرة بتكون موجودة معاك برضو في العلبة وبس كده ده الباكيشنج بتاعه ده الامبوكسنج السريع علبة بسيطة جداً ما فيهاش غير الماوس والبرشور والورقة الصغيرة دي وبعد ما عملنا له الانبوكسنج تعالى كلمك شوية على الماتيريال والبيلد كواليتي بص عشان ما طولش عليك أنا شايف ان احسن حاجة في الماوس ده البلد كواليتي والماتيريال بتاعته للدرجة خلينا اقول ان البلد كواليتي والماتيريال بتاعته احسن من امكانياته الداخلية والماوس زي ما انت شايف بيجي باللون الرصاصي من فوق والجنب ده او الجنب التاني بيكون لونهم اسود مع طبقة من التكيرتشر كده علشان خاطر تسهل عليك التحكم بالماوس ودي بتكون بدل الرابر وفي الفئة السعرية اللي بيجي بيها الماوس ده انا افضل التكيرتشر احسن من الرابر لان في الغالب في الفئة السعرية دي بيبدأوا الشركات ان هم يقللوا من جودة الرابر اللي موجود على الماوس طبعا الماوس بيجي كله من البلاستيك مفيش اي حاجة فيه من الميتة الخالص كلها بلاستيك وزي ما وضحت ان نخمات البلاستيك اللي فيه او البلد كولتي بتاعته كويس اما عنخمة السلك بتاعته فهي بريدد والسلك بتاعه خفيف الى حد ما مش هتحس بيه وانت بتلعب ودي حاجة كويسة في ماوسات طبعا بتتخانق مع السلك كده حس ان انت بتلعب السلك وبتلعب اللي بيلعب معك في اللعبة خلينا ابدأ دلوقت تتكلم عن الامكانيات الداخلية للماوس اول حاجة خلينا اقول لك الخصائص بتاعته الماوس ده بيجيب سبع ازرار قبله للتخصيص وبيكون فيه زرار للدي بي اي وزرار لتغيير مدات الار جي بي المختلفة اللي فيه والكلام ده تقدر تعمله من خلال الماوس او من خلال السوفتوير لان الماوس ده ليه سوفتوير تقدر تتحكم في الماوس من خلاله تقدر من خلال السوفتوير بتاع الماوس ده انك تخصص الازرار وتعمل الماكرو وتتحكم في الار جي بي وتتحكم كمان في الدي بي اي طبعا الماوس بيكون فيه RGB زي ما انت شايف كده وبيجيب سبع مودات للRGB ودلوقتي خلينا اتكلم عن كليكات الماوس اللي مش مذكور اسمها في الموقع الرسمي بتاع الشركة ولا في اي مكان حرفيا مفيش اي معلومة عن الكليكات اللي في الماوس ده في الحالة دي مش هيبقى قدامنا غير حل واحد بس ان احنا نفك الماوس ونعرف اين هو الكليكات اللي فيه وفي الوقت الحالي مش هينفع علشان كده هعتبر ان الكليكات بتاعته مبهمة خلي في اعتبارك ان العمر الافتراضي للكليكات دي هو اقل عمر افتراضي لحد ما نعرف نوع الكليكات بتاعته ايه بمناسبة الكليكات تعالى سماعك صوتها في السريع وده كده كان صوت الكليك يمين وشمال نيجي بقى هنا لسؤال مهم ايه حجم الايد اللي تناسب الماوس ده هل الماوس ده مناسب للايد الصغيرة ولا المتوسطة ولا كبيرة باختصار شديد جدا الماوس ده موجه للناس اللي اديها كبيرة وفوق المتوسطة لان الماوس مش صغير والايد اللي بتبدأ من حجم المتوسط لكبير هترتاح معاه طيب لو ايدك صغيرة وانت حبيب تجيب الماوس ده هتستعمله عادي لكن مش هتقدر تمسك الماوس بكامل ايدك وتتحكم فيه بشكل طبيعي فلو انت ايدك صغيرة هتضطر تمسك الماوس ده بوضعية الفينجر جريب اللي هي ايدك مش هتبقى مسكة الماوس بالكامل ودلوقت يا صاحب يتعلن روح لاهم جزء في الحلقة وهو اختبار السنسور وقبل ما ندخل في اختبار السنسور خلينا اقولك اي نوع السنسور اللي في الماوس ده هو Sunplus SBCB199 والماوس ده بيشتغل معاك لحد 4800 دي بي اي وبيبدأ معاك من 800 دي بي اي اما عن البولينجريد بتاعه فهو مش مكتوب برضه ولا العلبة ولا في الموقع الرسمي ولا في اي مكان لكن من بحث صغير كده قدرت اعرف ان البولينجريد بتاع السنسور ده 250 هيرتس بس ودلوقتي خلينا نبدأ عملية اختبار السنسور واول حاجة في تجربة سنسور الماوس هي هنشوف الماوس ده هيشتغل لحد كم دي في دي و inaccur plataforma الكنية ولا هنجرب اول واحد دي في دي و ونبدأ ان نحرك الماوس بيتحرك وبكده يبق الماوس على 2 هيرتسور خلينا ابدأ نحرك الماوس بيتحرك لذلك هو محتاج كمان واحد دي في دي ونشوف وبكدا بقى عندنا تلاتة دي في دي تعالى نبدأ ان نحرك الماوس بيتحرك كده مضطرين ان احنا نحط أربعة دي في دي والDVD الرابع هحطه بالشكل ده لأنه ما عنديش DVD كفاية دلوقتي فهكتفي بأنه هظهر بس السنسور من فتحة DVD وحطه كDVD رابع على التلاتة DVD القبل كده ودلوقتي هبدأ حرك DVD نفسه هشوف هل هيتحرك؟ لا مش بيتحرك يبقى كده الماوس ده السنسور بتاعه أربعة DVD ودلوقتي نيجي لنقطة التسعير الماوس ده علي عرض في الوقت الحالي بدل 390 جنيه بـ 280 جنيه بس وده عند الوكيل الرسمي ليه ولينك الشراء هسيبه لك تحت في الوصف وبكده نقدر نقول إنه هو ماوس من الفئة الاقتصادية جدا وطبعاً الماوس ده بيكون عليه ضمان من الوكيل الرسمي ليه أنا لسه مجربتش الضمان بتاعه بشكل فعلي ولكن أنا عارف إنه ليه ضمان فحبيت برضه عرفك إنه الماوس ده عليه ضمان ولحد هنا عايز أقولك إنه الماوس ده هيطلع جيفاوي قريب جدا فخليك متابع علشان هيطلع جيفاوي هو وحاجات تاني كتير وهخليك أنتوا تكرروا تطلعوا جيفاوي ولا نعمل عليه شوية تجارب ونفصصوا أكتر هسيب لكم حرية الاختيار ولحد هنا ما تحرميش من إنك تضغط على زرار اللايك وتشترك في القناة واتفع على زرار الجرس ولحد هنا ما تنساش إنك تتابعني على الإنستجرام وعلى التيك توك الإنستا أنا لسه بدأ فيه زي ما أنتوا شايفين ما كانش ليه خالص فيه لكن بدأت إنه أنا أخش في الإنستا وربنا يسهل بقى نشوف هنعمل إيه في الإنستا الفترة الجاية هشوفكم على خير يا أخيات وعلى صحاف الدنيا في حلقات جاية كثيرة على العرب تيكنو السلام يا صحاب